اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد اهل خليفة وليل عهد نائب القادة الاعلى الناب الاول لرئيس مجلس الوزراء على استمرارية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سريلنكا الديمقراطية الاشتراكية في مختلف المجالات مشيرا سمو الى اهمية مواصلة العمل على تنمية علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين بما يصهم في توسيع افاق التعاون المشترك على كافة الاصعدة ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر رفاع اليوم سعادة السيد برديبا بريانغاني سارام سفيرة جمهورية سريلنكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة حيث رحب سمو بالسفيرة السريلنكية متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهمها الدبلوماسية بما يخدم البلدين الصديقين ويسهم في دعم وتعزيز العلاقات بينهما والدفع بها نحو افق ارحب من العمل والتنسيق المشترك وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفيرة السريلنكية مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبها اعربت سعادة السيدة برديبا بريانغاني سارام عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الاعلى الناب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة الوحرين وجمهورية سيرلنك الديمقراطية الاشتراكية على مختلف الصعود ترجمة نانسي قنقر